فيه لقطة في المباراة امبارح وفتة عندها ممكن تكون عدت على كثير من الناس بسيها لقطة مهمة جدا تعرفك الحالة اللي فيها منتخبنا الوطني والمبيعات وديه النقطة بعدها مهمة أيضا فيه كورة حمزة علاء وحسامة عبد المييد شدوا مع بعض فيها شدوا مع بعض حتى حمزة علاء مسك حسامة تشيرت يعني مش كده مش صح تمام بعدها على طول مفيش دقيقة وطبعا طبعا اللقطة دي مهمة في ايه انه بعدها بدقيقة على طول كان فيه لقطة تصدى لها حمزة علاء ببراعة فراح حسامة عبد المييد وحمزة علاء لبعض وحضنوا بعض يلا معلش معلش شدت ملعب احنا مع بعض احنا عيد واحدة احنا منساعد بعض فيه روح حلوة في المنتخب عمر ما المنتخب ده كان وصل للمرحلة دي إلا بالروح دي بالمناسبة عجبني جدا الفيديو اللي انتشر مبارح فيديو حمزة علاء وزيزو وانه احسن لاعب في مصر حمزة علاء بيقولي زيزو يعني وطبعا في بعض الناس الصغيرة في السن الصغيرة في التفكير الصغيرة قوي كمان اللي عملوها حكاية وعملوها قصة وعملوها رواية ازاي حمزة علاء حارس الاهلي يقول على زيزو اللاعب الزمالك انه هو احسن لاعب في مصر ساشن انت تفكيرك قليل تفكرش صح تفكرش بضمير تفكرش بوطنية دول لعيبة منتخب مصر يا راجل يا محترم لما اللاعب يلبس شرط منتخب مصر احنا ما بنعرفش من المفترض هو بيلعب لي مين وحكايته ايه وخلفيته ايه وقصته ايه ده لاعب منتخب مصر عيب عليك اكبر عيب انا الحكاية دي مكنش نقول اتكلم فيها بس لما لقيت بعض الناس وصفحات وقصص عيب يا جماعة ما يقول عليه احسن لاعب في العالم كمان زميله وبيلعب وبيكتهد وبيتعب يشجعه وزيزو يقول على حمزة علاء ايه احسن حارس في مصر ايه المشكلة يعني نعمل كصص وحاجات صغيرة مش عرف عندها كتير عشان ما نطولش فيها عشان نديها حجمها الطبيعي يعني اللي هي صغيرة يعني اشتركوا في القناة